يعقد الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الصيني جي جمبينغ اليوم جلسة مباحثات هامة على مستوى القمة بقصر الشعب الرئاسي في بكين تتناول سبل تعزيز العلاقات الثرائية وفتح آفاق أوسع للتعاون في مختلف المجالات ومن المقرر أن يبحث الزعيمان خلال القمة مختلف القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام وعلى رأسها الحرب في غزة وسبل استعادة الاستقرار في المنطقة كما أنه من المقرر أن يشهد الزعيمان السيسي وشي جمبينغ مراسم التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التعاون المشترك في العديد من المجالات وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وصل إلى العاصمة الصينية بكين تلبية لدعوة الرئيس الصيني جي جمبينغ في مستهل زيارة دولية لجمهورية الصين الشعبية وأوضح متحدث الرئاسة أن الزيارة ستتضمن حضور الرئيس السيسي الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري العاشر لمنتدى التعاون العربي الصيني أعلنت مصادر دبلوماسية بمجلس الأمن أن الجزائر وزعت مشروع قرار على أعضاء مجلس الأمن يطالب إسرائيل بوقف هجماتها على رفح الفلسطينية وأوضحت مصادر دبلوماسية أن القرار يطالب بوقف إطلاق النار فورا والإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة المحتجزين أعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي أن واشنطن لا تعتقد أن هناك ما يبرر شن هجوم بري كبير في رفح الفلسطينية وأكد كيربي خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض أن الولايات المتحدة تعارض الضربات بسبب الخطر الذي تمثله على حياة المدنيين بقطع غزة مشيرا إلى أنه يوجد خطر حقيقي من احتمال أن تصبح إسرائيل معزولة عن المجتمع الدولي بدرجة أكبر بسبب طريقة تنفيذها لأي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية وصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي تواغلها وسط مدينة رفح الفلسطينية وأوضحت هيئة البس الإسرائيلية أن قوات الاحتلال دخلت وسط المدينة بالتزامن مع قتال عنيف في حين أوضحت مصادر فلسطينية أن قصفا إسرائيليا عنيفا استهدف شرق وغرب رفح الفلسطينية مما أسفر عن وقوع شهداء ومصابين كما استهدفت قوات الاحتلال منزلا بخان يونس جنوب قطاع غزة ما أسفر عن شهداء ومصابين أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البانتاجون أن الرصيف البحري العسكري قبال تأساح القطاع غزة سيزال مؤقتا بعد انفصال أحد أجزاء هيكله وقالت المتحدثة باسم البانتاجون سابرينا سينغ إن جزءا من الرصيف البحري انفصل عنه وإن الرصيف سيتم قطره على مدى 48 ساعة المقبلة إلى ميناء أسدود في إسرائيل لإجراء إصلاحات به قد تستغرق أسبوعا قبل إعادته إلى مكانه قبال تأساح القطاع أجرى وزير الخارجي الأمريكي أنتني بلينكين اتصالا هاتفيا مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان عبد الفتاح البرهان وأوضح بيان الخارجية الأمريكية أن الاتصال تناول الحاجة إلى إنهاء الصراع في السودان بشكل عاجل وتمكن وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق عبر الحدود وعبر خطوط التماس للتخفيف من معاناة الشعب السوداني قال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون أن القدرة على إجراء استطلاع فضائي أمر بالغ الأهمية للدفاع الوطني عن النفس وحماية الحقوق السيادية للبلاد وأكد زعيم كوريا الشمالي أن البلاد لن تتخلى أبدا عن جهود امتلاكها برنامج الاستطلاع الفضائي ترجمة نانسي قنقر